هذا وزار مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيل لمدينة درنة الساحلية التي اشتاحتها الفيضانات حيث تفقد العمليات الميدانية والتقى رئيس الإدارة المتمركزة في الشرق وفي حديثه للصحافة أكد أن زيارته تهدف إلى فحص الوضع ودعم عمار الإغاثة على الأرض ومع تواصل جهود البحث والانقاذ للعثور على ناجين قدرت الأمم المتحدة تسبب الأزمة في تشريد أكثر من ألفا في المناطق المنكوبة من جراء الفيضانات